أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنظروا لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم وليوسنكم وليوسنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم فلأنتم قوم مصرفون واجاء من أقص المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد مرجود من السماء مرجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محررون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تتبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق نهار وكلهم فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبضية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولنما يدعون سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا لعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا السِّرَاطَ فَأَنُنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَفْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْدِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرُونَ كِسْفُ فِي الْخَلِّيَ فَلَا يَعْضِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَا وَالشِّعِرَ وَمَا يَنْبَضِيلَ إِنْ هُوَ إِنْ لَا ذِكُرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِنْظِرَ مَا كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَنْ مِمَا عَمِلَ الْأَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَنَالِكُونَ وَذَلَلَا لَنَفَ مِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَنَ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشْعِرِبِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَتَخَذُوا مِنْ دُّنِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَهَمْ لَمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ أَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ فَصِيلٌ مُبِينٌ وَظَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَإِرَمِينٌ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْشَأَا أَوَّلَ مَرَةٍ وَهُوَ بِبِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَوْضِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقْ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمُرُّوا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَاسْبَحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَارِ الشمس والقمر بحسبانهم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْمَسْنَ بِالْقُسْطِ وَلَا تُخْسِرُ مِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضْعَا عَلِ الْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُدُ الْعُسْفِ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصُونِ كَالْفَقْفَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنِ النَّارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرِينِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْسَخٌ لَا يَبَغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ فِنْهُمَ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرَجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ وَلَهُمْ جَوَالِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ كل من عليها فار وَيَبَغَى وَجْبُ رَبِّكَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ كل يوم وفي شأن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ سَنَفُرُغُ لَكُمْ مَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ إِسْتَطَعْتُمْ أَا تَنْفُظُوا مِنْ أَقْطُونِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنْفُظُونَ لَا تَنْفُظُونَ إِلَّا بِالسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاضٌ مِّنْ نَالٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَغْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَدِّنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَاذَمْ بِهِ إِنْسٌ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ يُعْرَفَ الْمُجْرِبُونَ بِسِيمَامٌ فَيُخَذُ بِالْنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ هَذِنِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِبُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آمٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ ذَوَتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وما دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 متكئين على رفرف خضر وأبغر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن انتفابت فارجع البصر أن ترى بها فطور ثم ارجع البصر كروتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير وَلَقَدْ زِيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمُصَابِيحَ وَاجْعِلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمًا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَبْعُوا لَهَا شَيِيطًا وَهِيَتَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْسِ كُلْمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَعْجُجُوا سَأَلَنَمْ خَزَنَتُهَا أَلَنْ يَأْتِكُ النَّذِيرِ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرِ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إن آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مظفرة وأجر كبير وأصروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطويل فوقهم صافاتهم ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لنجو في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على سراط مستقيم قلوا الذي أنشعكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذ قليلا ما تشكرون قلوا الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العل عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما نأوز فتانسي أتأججه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلتني الله ومهم معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أديم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الرحمن الرحيم لم يلد ولا مولد ولا يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلق ولا نولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلق ولا نولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في المقد ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسفى سلف الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم أرحمن الرحيم مالك يوم الدين أرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم أرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا بمين ذلك الكتاب لا ريم فيه هدى للمنتقين الذين يؤمنون بالضيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلنا قبلك وبالآخرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسجه السماوات والأرض ولا يؤد نوح حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب ذنبه الله فيغشر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نصا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا بك وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القغم الكافرين صدد الله عظيم يا الله الرحمن الرحيم يا الله الرحمن الرحيم سورة حسين سورة بقرہ الحمد و شریک کی تلابت کرئے ہیں سور بقرہ کی تلابت کرئے ہیں مولا جو غلطیاں خامیہ ہو گئی ہیں معف فرما صحیح کو اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ رحمان یا رحیم یا قریب کلام مجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانی دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتی عطا فرما يا الله هم سب کی خطائم عام فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافت بلیات سے محبوظ فرما مولا قریب جن لوگوں کے رشتشنی آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جائد قید ہیں مولا قریب ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں قبول فرما دعائیں قبول فرما يا الله میرے دادا مرحوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلابت قصد کے ہیں مولا بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں على مقام عطا فرما مولا دعا قبول فرما يا الله جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسیزی سورے رحمت سورے ملک اور تمام سورتوں کی تلابت سنی ہیں مولا اس کے تمام مقصد پورے فرما جائز کارگار میں دکان میں مکان میں زندگی میں برکتیں عطا فرما مولا دعا قبول فرما اللہ تقبل بلنا انکا تصمیم العلی وتبعلينا انکا تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لَا خیر خلقه ونور ارشیه مولانا محمد وعلا آلہ وصحابه ادبعین برحمتك يا ترحم الرحمن لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم موسیقا موسیقا